لا يمكن لأحد أن يطيع الله إلا بهداية من الله هنا تفقه وأنت تفقه من قبل قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين وإذا أحب الله عبداً طفقه إطاعته وإذا أراد الله أن يخذل عبداً حال بينه وبين أن يطيعه وكل ميسر لما خلق له لكن كن على يقين أن رب العالمين أجل وأعظم وأكبر من أن يظلم أحداً من خلقه وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم وأخبر الله أن العبادهم أنفسهم